المعلم المحترفة معامس أماني كل سبيب دا كل جمعا حقق بالأماني اتعلمنا واتغيرنا وكل قلبنا خير وكل واحدة فينا طبعا تقدر عالتغيير وكل طاقة والبراءة مكملين طريقنا تربية تعليم أخلى ودين متعة تعليم حكايتنا يا رب عنا كبر خطير نرزقنا الطقا والقوة يا رب عنا كبر خطير نرزقنا الطقا والقوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتابعين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة للحكاوي أماني المعلومة والفكرة والغنوة والضيف الجميل والأطفال اللي كلها موهد النهاردة ضفتي عزيزة عليها جدا لأنها ممتدربات كورس المعلمة المحترفة رحلة النجاح الكبير اللي بفضل الله بقاله سنين واكتسح كل محافظات مصر رحبوا معي بأستاذة دعاء جمعة مديرة حضانة سمارت كيز بالشيخ زيد أهلا بك أهلا بك يا مسألين أهلا بك وأرحب بك في حلقتي النهاردة مبسوطا أن أنت معي النهاردة وأنتي بالنسبة لي أنا شخصيا مش بس بروفيشنال تيتشار معروف أن معلمة ريادة الأطفال أو مديرة الحضانة بنشتغل بندير ونعلم ونعلم أخلاق ونعلم أكاديمي وأحيانا الظروف تضطرنا إن إحنا نأكل الأطفال ونشربهم ونغير لهم ولكن إن إحنا كمان نسوء الباس فدي كانت الحاجة الجديدة أنت بالنسبة لي سوبر تيتشور كمان يا رب هاني خليك يا مسألينemark إيه حكاية الباس؟ إيه حكاية الباس جت فجأة بالنسبة لي أو حاجة بالنسبة لي كتصودة بالنسبة لي وبالنسبة لي دعمتني في موضوع الحضانة الصراحة إن موضوعها بالنسبة لي أسفتي إن أنا مدير حضانة بلوس إن أنا سواق الباس وجيل ايها من البيوتهم وأجيبهم تاني في حاجة سيفتي جدا وليه الأمر وليه الأمر بيطمئن جدا معي إن زي ابنه معي في الباص مش خيط يعني دي كانت الفكرة مش فكرة يعني ما كنت ديش مستغربة إن زي فيه ليه دي أمر كده هتبقى بتسوق باص ورايح وجلبي أنا سمحت كتير جدا وإزاي هتسوقي باص هتسوقي باص يا دعاء ومعقولة هتسوقي باص بس الموضوع بالنسبة لي فكرتي أنا خدتها الأول مشروع وبحب جدا أطفال جدا ونفعنا شغالة بس حضانة بس فقط لغير والموضوع خدتوا بقى بالنسبة لي هواية إذا أنا حب الأطفال معي بقى أمان معي في المكان في الباص معي فخلاص أنا مميتهم في كل حاجة وليه الأمر كده ما شاء الله مرتاح جدا 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 كمان مش بس معاك في الحضانة ده كمان مش بس معاك الباص بزبط أنت يا حصلت معايا على كورس المعلمة المحترفة وأنا على المستوى الشخصي حبّ أسألك بكل صراحة هل كورس ده فادك في حضانتك طبعا فادك مع الأطفال أكيد بالذات في الدقرة الصباحية يعني أنا الصباحية حتى تعملت في حضانة طبعا بالنسبة الدقرة الصباحية إزاي أصبح الأطفال الصباحية بحاجة بشوشة وحاجة لذيذة وممتعين الصباحة وبيتحقوا كمان بيبقوا مبسوطين جدا 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 وعندي كمان نهاردة هيقدمونك النهاردة حاجة حلوة جدا جدا لأحل حاجة بيحبوها عندك في الحضانة الكاتكوت الكاتكوت وليحبوها الجدن بالضبط الدقرة الصباحية دي يا جماعة حاجة بسيطة إحنا هتكلمنا عنها في الكورس إزاي تحبيبي الطفل في الحضانة أنا عندي الطفل دلوقتي هو اللي بتخانق مع موته عشان يقوم بدري ويلحق الدقرة الصباحية طيب ما هتقدمونا فقرة الكاتكوت إن شاء الله بإذن الله اللي بنصبح بها على ولاية أصحابي جهزين هتقدمونا إيه؟ كاتكوت طب يلا فين الكاتكوت بتاعنا ها يلا وان تو وان تبسكوا بس الكاتكوت صحي الأول ها وان تو تري حادي بادي حادي بادي في سجاي هنا من نحيادي لا 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 رأت من نحيادي عمل بيغني وينادي ويقول سيو 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 دا باينه القستاس هتكوت طال قبل البضا بيغني ويقول الأيام هتسود وانا هكبر قوي واذبأس لني وهقول كتو بكرة هبقى دي hvorكور ومشي وسط تترخ عني نسهر سوى للصبح الناس حادي بادي حادي بادي في شكاي هنا من نحيا دي لا 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 ده من نحيا دي روح برافو عليكم شكتور روح شكتور جداً ممكن نحط الكتكوت ورانا تاني شكتور شكتور برافو عليكم بحييك بيغنوها هم وفي صين اكترة الوسيلة اللي في ادينا اللي الجاذبة للانتباه واللي احنا اتفقنا ان احنا ممكن من خلال الوسيلة دي بنتطمن كمان بيها على صحة الأطفال لان احنا بقاعدين على تقارب منهم جداً عنوان حلقتنا النهاردة اسمع اتعلم بمتعب احنا دايماً بنقول بالنيا دي بشعار التعلم بمتعب او التعلم من خلال اللعب لما طبقت الموضوع ده مع اطفالك فرق معاك ازاي؟ فرق نفسياً كتير جداً يعني انا كانت عندي اطفال جم طفل كان خايف يكلم اي حد كان يقف ورا كرسي مهما مرتبك دقarı الصباحية بيات فيه تفاهم بينه وبينه اقرب بقيت انا ممتو اقول ايه لي منذعلك ايه لي مضايئك بتخش في نفسية الطفل بدي خش في مين مدايقك با ممزعلك انا اكلم بابي في التلفزن ويقول لك اذا كده غلط مين مزعلك مامي لانا اكلم مامي active ففي تقارب بين الطفل انا ممتو التانية بالزبط يعني الحظانة بتالتانية نقدر نقول الدقالة السوحية هي العصاص السحرية اللي بتتساعدني على إن الطفل اللي قدامي ده يحبني وإحنا اتفقنا إننا المدخل للطفل هو إنه يحبني لأننا لو الطفل حبني همتلك عقله وقلبه وهيصمع كلامي تمام كمان فكرة الوسائل وأتعلم بمتعة بتوافقيني دعاء إن هي تهيلت على الأطفال الأكاديمي الشرح طبعاً بزال التهيئة بزال التهيئة بالذات الصغالين والسنة من سنتين ومستلس سنين كان زمان عبالة عن كالرز بس وخلاص نلون والطفل يمسي كلام ويلون دلوقتي لأ خالص وكمان لما خدت في الكورس كمان تنمية مهارات لأ إزاي يمسك بقى اللاين يمشي يمين يمشي شميع يعني أنت من ثلاث سنين إحنا عندنا الكتاب اللي هو مكتوب عليه إيه تنمية مهارات الطفل وتهيئة للكتابة بالضبط أنا شخصياً في الحضانة بتاعتي كانت لما بتجيلي وليت أم سن سنتين ونص وتلاث سنين كان بيجي بتيجي تقولي هو هياخد إيه هو شخصياً عندي أنا كان بياخد حاجة اسمها التهيئة للكتابة والتهيئة للكتابة يا جماعة فيها حضرات كتير جداً وأمهات كتير جداً بتهملها جاي عايزة الطفل يكتب على طول في ظرف شهر يبقى بيكتب وبيقرأ ما فيش حاجة اسمها كده لو أنت عايزة تبني عمارة هتعملي إيه عشان العمارة دي تبقى قوية وصلبة وأقدر أتقل عليها الأدوار زي ما أنا عايز هجيب لها أفضل أنواع الرمل وأفضل أنواع الأثمان وأفضل أنواع الحديد صح؟ أكيد لو أنا جبت أنواع الخامات دي كلها يبقى أنا هبني عمارة عاملة إيه؟ قوية قوية وصلبة أقدر أتقل عليها الحمد زي ما أنا عايز بالزبط فالتهيئة يا جماعة بالنسبة لي وبالنسبة لشغلي واللي شفتم مع الأطفال هي حجر الأساس اللي بتبنيه عشان تبني مش العمارة عشان تبني الطفل أساس الطفل بتاعت محدش يقلل من أهميتها التطيئة المرحلة بتاعت أن الأطفال يتعلم فيها الكالور والتريسينج يعرف الخطوط كلها بأنواعها ويتتبع النقاط يعرف الشكلات النقطة يعرف الديريكشنز كلها يطلع أب ينزل زون يعرف الهف سيركل كل الحاجات دي بتهيأ للطفل للمرحلة اللي بعد كده بسهولة عايز أعرف مجهز لنا إيه تيني حالة حبيبتي النهاردة هتقل لها ترافيك لايين النهاردة ترافيك لايين عبد الشرط المروض صدلي حالة one two three red light red light what do you say I say stop don't run away yellow light yellow light what do you mean I mean wait next light green light green light what do you say I say go go all away red red yellow green شطورة شطورة انتو إشارات المرور دي الأحمر الأولين داي يعني إيه stop stop يعني نعدي الشرعي عطي حبيب نعدي لا ما نعديش طب الأصغر داي يعني نعمل إيه مستعد صح براز عليك يعني إيه نستعد يعني السلام العربية صح العربية لازم نبقى مستعدين أيوة يعني نخلي العبية تعمل بم طب الأخبر لما نشوف الإشارة خاضرة معناها نحن نخلي العربية تعمل كنت روز عليك انت شطور جدا أنا بحييكي جدا حتى بروح الألف بينك وبنك دو الحبيبي ولادي دو الولادي كل أطفال الحضنة بتتعني العمر ولادي كلهم ولادي صراحة دو حقيقي ولادي كلهم دو حقيقي من كبير للصغير أنا عارفة أن أنت مجازلنا فيديو جميل جدا عن التهيئة اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها مرحلة التأسيس يا جماعة أرجوكم تاني بقولها كل المعلمات كل الأمهات اهتمني لو أنت عايزة طفل نتأسس بشكل قوي لأن أنا عارفة أن احنا كلنا كأمهات بيهمنا التأسيس الشغل الأكاديمي جدا فوالله والله ما هتخسري حاجة أسسي ابنك وما تستعجليش عليه في الأول هيبهرك بالمستوى بتاعه بلاش حشو قب وصب وأن أنت تقدر تدي الأطفال في المعلومات في المعلومات في المعلومات وتحشي مخه بحاجات كتير جدا هو مش هيستفيد بيها في الآخر أنا هستفيد إيه بكده ادي كل معلوم على قد المرحلة العمريح بتاع الطفلك احنا معنا فيديو جميل يخص عمري 3 فنوات هنشوفو ونرجع لكم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بأجموها شفرا روشنوها لا شفرا روشنوها لأ جاب غنج جدا لروشي براب يا روشي من شاء الله ج convinced الفكرة في الفيديو بتتكلم عن المتاهة المتاهة إحنا شفرا ل الأرض عندي في النيرسدري جات فكرة جات كفكرة بالنماغية بدلا من نمسك ورقة في إدينا والتافل نمسك قلم ويمشي في المتاهة لا فسمتها على الأرض عن طريق لزق وعملت متاهة أول متاهة ونهاية المتاهة عجبتني فكرة أغنية المتاهة موجودة في كتاب أغاني أغاني أماني وفكرة المتاهة موجودة في كتاب تنمية المهروة أنت أبدعت دايماً بنقول ما تبقيش كوبي من حد أنت درستي أو خدتي كورس مع أي حد لازم تسيبي بصمتك عجبني جداً في الفيديو أن هي أخذت فكرة المتاهة وطبقتها بشكل عملي خليتي ولادك مشيوا في المتاهة نفسها أتعلم بمتعة شايفة معاكي نشوط جميل جداً لفت نظري ممكن تشرحه لي النهاردة معينا لوحة كانت كتمالي زمان وإحنا زيارين نسمى حاجة اسمها حروف اللاثوية عن طريق نور بيان فتقلنا حاجة معقدة للطفل يعني ده درس من دروس اللغة العربية للأطفال بالضبط هي حروف اللاثوية فعبارة عم بنحكي عن قصة واحد اسمه لطيف واحد اسمه ظريف فظريف جيل لطيف في يوم وقال له يا لطيف ممكن تقرالي الحروف دي اسمها إيه؟ قال له سين ساق ساق بالضبط ساق زين زاق تمام؟ قال له طبعاً ده الحروف ده غلط مش صح؟ فقال له يا لطيف حط لسانك تحت سنانك ونقول إيه؟ ساق طب ممكن أطفال الحروفين يقولوا ليك ده حرف إيه؟ ساق وده حرف إيه؟ زال وده حرف إيه؟ زاق بالضبط كده جميل جباً يعني أنت اختصرتي فكرة الحروف اللي ها سوية إزاي توصل للأطفال وينطقوها ببساطة بالضبط وعشان كده مخليه ضريف ضريف طلع لس لسانه بطلع حرف لسانه بالضبط طلطيف علشان رقيق بيقولها يعني بيقول ساق وبيقول زال وبيقول زاق بالضبط كده بالضبط كده بالضبط فالمفروض أن المعلم ضريف ضريف هو اللي يقول له حط لسانك تحت سنانك وانت أصح ما ساق ما ذال اسمع ذا جميل جداً وأطفال الحلوين وإحنا الحروف اللاثوية نقولها زي عمه لطيف ولا نقولها زي عمه ضريف من اللي بيقولها صح؟ ضريف ضريف عمه ضريف يعني في الحروف اللاثوية منخرج تارف اللسان وننتقل حرف صح كده؟ صح جميل جداً جداً شطار جداً طيب عايز أعرف منك بقى النجاح والجمال اللي انت فيه بقى حد ساعدك فيه؟ أكيد طبعاً أكيد طبعاً اه وقلت طبعاي لطيف أني النجوز حدرتك ما شاء الله الله مبارك مشاعدك كمان في عمل حسناً خصياتي كلها مساعدني مش في الحضانة بس رباني استفحب خلالولي يا رب بس قصتاب تاعي الحضانة كله صراحة يعني رباني استفحب كلهم أربع سنين معي في الحضانة حبيبي كلهم إخوتي يعني لما يكون قصتاب في العمل فيه تكاتف لازم يطلع في الآخر حاجة حالة تكاتف وحب يا ميس أماني هنا فيه حب وعطاء وضمير يعني أنت مش عاملة فيها المديرة خالص لا خالص ولا خالص لا مديرة بالعكس كلهم صحاب مكان كلنا صحاب مكان مش أنا مديرة وهم ناشي غالين معي خالص كلنا محب بعدينا إحنا قلنا حكاوي أماني حكاوي زمان معلومة وفكرة وغنواء جنان وضفنا معانا وعيلة دفالة نرجح حكاوي وقعد الزمان ونفسي أسأل دفت المهاردة إيه من أيام زماني يا دعاء نفسك يكون موجود المهاردة حب الأطفال للمعلم حب الطفل للمعلم يبقى زي زماني يعني واحد كان بتعلق بمدرس زي أنا كدعاء مثلا كنت متعلقة بمدرس معي بتاع الإنجليش رباني ما سيبي الخير مسر صلاح كنت بحبه جدا أنا محب أنا كنت مثلا بحبش المدرس العربي كان بيشخط كان بيزع عقلي فكنت بخاف منه أما صراح مسر صراح رباني ما سيبي الخير أو متوفي لأ شخصية رباني دي الصحة وباريك له يا رب شخصية محترمة جدا حببني في المادة حدا جيب 49 من خمسين يعني كنت بقفل بحب في المارك في الإنجليش بحبها أنا بحب المادة يعني احنا كلنا في حياتنا عندنا المعلم البعبع اللي كنا بنشوف ونخاف ونجي من شارع تاني بس مش بتكلم عشان كنت بجري عشان احترام لا أنا بتكلم خوف المرتبط بعدها من الحب المعلم اللي كان بيخوفني اللي كان ممكن يبقى بيضربني عشان ما بيخدش عنده درس وعندي معلم تاني النهاردة أنا بفتكر اسمه بكل خير زي ما قالت دعاء وذكرت معلم اللغة الإنجليزية بالخير أنا كمان بشكر معلم مادة الفلسفة اللي كان بيديني فلسفة في سنويا العامة والستاذ الشام برضو الله أعلم ده كان عايش أو ميت بس الراجل ده أثر في حياتي جدا 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 لما كنا بنقوله من كتر ما بنحد المادة بتاعته كنا بنعشاء الفلسفة ومن كتر ما كنا بنحبه كنا عايزين ناخد فيها درس كان يقول لنا لي يا أولاد وانا مأسطر معاكم في حاجة المعلم ده كان من كتر ما كان عايز الحسطة تبقى كلها شهد ما كانش بيلحق يمسح ايده في منديل كان وهم مش باخد باله بينسح ايده في جاكة البادلة بتاعته كان فيه حب كان فيه إخلاص كان فيه ضمير كان فيه احترام عايزين كل معلمين يبقوا هذا المعلم يكون عندي الإخلاص ويكون عندي الضمير وتخلي الطفل يحبك بكل طرق الممكنة لازم الطفل يحبك لأنه قلنا لو حبك خلاص انت ملكته هيبقى زي العجينة في إبيك وبنطلب كمان نفسي كل أمهاتنا تربي ولادنا في البيت على احترام المعلم الموضوع ده يا جماعة إلا ما نرحم ربي بقى مش موجود كتير التجاوز مع المعلم بقى موجود زي ما قالت دعاء عايزين نرجع ولادنا ولادنا تحترم المعلم تحبه وتحترمه وتسمع كلامه أنا كنت مبسوطة انت كنت معايا النهاردة وعايزة يعني انت قلتلي ان فيه حد من البنات مجاهز حاجة ومرضيتش تبلي قبلها مجاهز ايه بالضبط هينفك الصراح على إذن الله امي يا بسانت بعد إذنك تعليلي ايه بسانت اتحكي صغره جدا 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 يا ميس أماني لحضرتك انا بشكركم انتو جايبيني الورد الجميل ده 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 هتقولي الميس أماني يا بسانت طب انتي بتحبيني؟ طب انا بحبك أكثر ممكن تزيني بسا بسا كمين طيب عايزة تبصي في الكاميرا دي تقولي ان انت كنت مبسوطة معنا النهاردة؟ طب انتي بتتفرج علي بتشوفيني في الفلتجين كل يوم سا طب البرنامج عجبك ولا نص ونص؟ لا كل عجب عجبك جدا يعني عجبك المعلمات اللي انا بستضيفهم هنا معي في القناة اه والأطفال الحلوين اللي بيجوا يقولونا المواد بتاعتهم اه لان انت كنت معي النهاردة جدا ربنا يخليكي مسأمين يا بساعة وسعيدة بالفكرات الحلوة اللي انتو قدمتوها ربنا يخليكي وأطفال الحلوين احنا بنسمع كلام نص دعاء طرح اه انا عايزة اقولك ان شاء الله الله مبارك روح القلفة والتعاون بينكم انا حساة من اول الحلقة بتاعتي انا بشكركم ان انتو كنتوا معي وان شاء الله ممكن تطلعوا معي تاني في حلقة تانية تقدموا لي مواد تانية حلوة وجميلة اه انا عرضة كان فيها اي حاجة او فيها اي تقصير مني اه العرض بتاعنا الخاص بكورس المعلمة المحترفة اتمنى كل المعلمات اللي بتتفرج علينا وكل مديرات الحضانة العرض سعر كويس جدا ارقام التواصل هتكون موجودة متوفر حضور مباشر ومتوفر بالبريد يعني لو مكانك في محافظة بعيدة جدا احنا بنبعتهلك بالبريد السريع لحد عندك الشرح فيه مبسط وسهب وبسيط والاستوالات فيها شرح الكورس من داخل قاعد المحاضرات يعني حضرتك بتتفرجي على الشرح كأنك حضرتي معانا بصد اه انا مبسوطة ان انا كنت معاكم ومنتظراتكم ان شاء الله في حلقة جديدة يوم استاد الجاي في اخر كلامنا رح نرمي سلامنا ونودى حداية طيور احلى جنة اشوفكم بخير ان شاء الله في الحلقة الجاي سلام عليكم اشتركوا في القناة